موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الافتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 5 اليونت السابع الدرس الخامس عنوان الدرس أهل ذا تشالنج فيه التحدي موجودة في صفحة 98 من كتاب الطالب صفحة 96 من كتاب النشاط قبل ما أبدأ بالدرس لا تسلسى الاشتراك بقناة اليوتيوب يسمى أستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الافتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك أستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية إذا تقدرون تلقون بخلال هذا المعرف بصفحة 99 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة في التحدي بالدروس السابقة ذكرنا أنه هناك تحدي سوف يحدث بين مدرسة النهر الأحمر ومدرسة الشجرة الخضراء وذكرنا أن التحدي رح يكون في مدرسة الشجرة الخضراء وأنه التحدي خاص بأربع دروس أو أربع مواد اللي هي اللغة الإنجليزية والفنية والرياضيات والرياضة أما هذا الدرس فرح يتحدث بشكل أساسي عن التحدي اللي حصل بين مدرسة الشجرة الخضراء ومدرسة النهر الأحمر فهنا أنا يقول لي listen and read استمع وقرأ هذا المعلم اللي مسؤول عن هذا التحدي اللي بين المدرستين لينطيهم القوانين يقولهم first أولا you must put on your badges يجب أن ترتدوا الشارات badge الشارة أو الباج اللي يستخدمون التلاميذ كتعريف عن نفسهم اللي يكتبون بي أسماءهم الصف الشعبة واسم التحدي وعمرهم بعدها يقولهم next بعدها you must write out your forms يجب أن تكتبوا الاستمارة الخاصة بكم الاستمارة الخاصة بالتحدي challenge form اللي هي استمارة التحدي يوزعوها على التلاميذ التلميذ المفروض يكتب اسمه name age العمر school المدرسة challenge التحدي بيامادة والi need ما يحتاج لهذا التحدي هذا مجرد مقدمة للدرس أسفلها نكتوب read kareem's form اقرأ الفورم أو الاستمارة الخاصة بي في كريم كريم ملأ الاستمارة الخاصة بي شين هي الاستمارة challenge form اللي هي استمارة التحدي name الاسم اسمه شنوة كريم age العمر عمره 9 سنوات school المدرسة كريم يبيام مدرسة green tree school مدرسة الشجرة الخضراء challenge التحدي كريم رح يأدي يا تحدي sports الرياضة i need احتاج الى شي يحتاج كريم على مودي أدي التحدي المدرسي a t-shirt small ball كرة صغيرة some trainers وبعض الاحذية الرياضية بأسفلها نكتب الاستمارة الخاصة بيك باعتبارك انت كتلميذ اتخيل انه انت رايح وياهم لهذا التحدي فاكتب هاي الاستمارة الخاصة بيك باعتبارك مشاركة بأحد المواد الخاصة بهذا التحدي challenge form اللي هي استمارة التحدي name اسمك هنا التلميذي كتب اسمه مخير انه يكتب الاسم اللي يريده مثلا انا كتبت احمد age العمر جقد عمري انا بصفة الرابع يعني عمري 9 سنوات بعد school المدرسة هنا انا نكتب اسم مدرستنا فمثلا انا كتبت البراق مدرسة البراق challenge التحدي بياء مادة راح اشارك انا مثلا كتبت English راح اشارك بتحدي اللغة الانجليزية I need احتاج الى شين اللي احتاجه بي التحدي الخاص باللغة الانجليزية ذكرناها بدرو سابقة انه تحدي اللغة الانجليزية نحتاج picture dictionary قاموس مع صور pencil قلم رصاص and rubber ومساحة مليئة هذه الاستمارة مثل ما طلب من عندي قرية استمارة كريم بعدها يقول لي what is the teacher saying ما الذي يقوله المعلم هنا المعلم دا يعرض للتلاميذ صار بكل صف تلاميذ من المدرسة دين يشاركون بتحدي من التحديات الاربع الخاصة بالرياضة والرياضيات والانجليزية والفنية فهنا دا يعرض عليهم القوانين في القانون الاول يقول لي now you must find your chair يجب ان تجد الكرسي الخاص بيك باعتبار ان كل كرسي مسجلين عليها اسم تلميذ number two remember تذكروا you mustn't look at your friend's answer يجب ان لا تنظروا الى اجابات زملائكم remember تذكروا you mustn't talk يجب ان لا تتحدثوا ذكرنا من المصد والمصد بالدرس السابق تستخدم للقوانين اذا المعلم دا يقول هاي القوانين الخاصة بالتحدي number four now sports pupil follow me to the playground والطلاب او التلاميذ اللي رح يعملون تحدي الرياضة خلي يتبعوني لساحة اللعب قرية اللي قال المعلم القوانين اللي قال المعلم شي يقول لي يقول لي match طابق write the answers واكتبوا الاجابات هنا أنا كل قانون من هاي القوانين يناسب صورة من هذه الصور وصل القانون بالصورة هو حال ل number one number one you must find your chair يجب ان تجد الكرسي الخاص بك هاطلي B هذه الرحلة مكتوب عليها اسم الطالب فاكتب B number two remember you mustn't look at your friend's answer يجب ان لا تنظر الى اجابات زميلك يا صورة تعبر عن هذا القانون اكيد هاي الصورة نلاحظ ان هذا التلميذ ذي يباو على اجابات زميلة اذا اكتب هنا أنا D number three you mustn't talk يجب ان لا تتحدثوا يا صورة تناسب هذا الكلام او هذا القانون اكيد الصورة الاولى اللي هي صورة رقم A حرف A بعد number four now support pupils follow me to the playground التلاميذ اللي رح يقدون تحدي الرياضة خلي تتبعوني يا صورة الصورة C هذا ما يخص هذا النشاط لحد الآن جميع الانشطة صفية هذا استعد يطلب من التلميذ ان يقرون يوصلون يوصلون للقوانين بالصور ويكتبون اسمهم على الاستمارة اللي موجودة بكتاب الطالب اسمهم المدرسة والعمر الى آخره بعدها بكتاب النشاط look listen and read انظر استمع وقرأ P for project كذلك مرة اخرى هذا اول يونت او اول وحدة يطلب من عندي اثنين project اثنين مشاريع يعني النشاط لا صفي بالدرس السابق وبهذا الدرس فهنانا خلنا جي نشوف شن المشروع او النشاط اللا صفي اللي رح نشارك به بهذا الدرس او بهذا الوحدة يقول we are going to go to the red river school سوف تذهبون الى مدرسة النهر الاحمر for the school challenge للتحدي المدرسي we are going to make flags to take with us سوف نعمل اعلام لكي نأخذها معنا صورة العلم ش مكتوب مكتوب لنا I know let's make three flags لنا تقول انا اعرف فلنصنع ثلاث اعلام يوسف يرد عليها يقولها ok which flags يا اعلام هذا اللي رح تعمليهن يرد عليها كريم our Iraqi flag علمنا العراقي نادية تقول yes and our school flag وعلم مدرستنا وطارق يرد عليهم يقول and let's make a red river school flag too كذلك خلننسوي علم مدرسة النهر الاحمر اذن كل مدرسة عدها علم خاص بيها او شعار خاص بيها هذول التلاميذ اللي هم لينا ويوسف وكريم وناديا وطارق رح يعملون هذه الاعلام اذن النشاط اللاصفي او المشروع اللي رح يشارك بي بهذا الدرس من الممكن ان نسوي علم العراق واشارك بيه كنشاط لا صفي او اسوي علم الخاص بمدرستي اننا ننتبه اذا نريد نسوي علم من المدرسة نحاول نلقى الشعار مع المدرسة يكون مناسب للاسم والالوان كذلك مناسب للاسم فمن الممكن ان التلميذ يسأل للأستاذ يقول لي ارسم لي بورقة علم مدرستنا على موضع اكتر اشارك بي او اسوي علم كنشاط لا صفي اذن هو عبارة عن نشاط لا صفي هنا يقول لي write the names of the flags اكتب اسماء الاعلام هذا علم العراق فاكتب اراكي فلاق وهذا علم مدرسة الشجرة الخضراء فاكتب green tree school flag علم مدرسة الشجرة الخضراء والعلم الثالث علم مدرسة النهر الاحمر فاكتب red river school flag علم مدرسة النهر الاحمر لحد الان كذلك هذين النشاطين صفيات بعدها يقول لي read how to make the flags اقرأ كيف يمكنك صناعة الاعلام هنا رح ينطيني الخطوات اللي رح اتبعها على موضع اشارك بالنشاط اللاصفي شنو النشاط اللاصفي اني اسوى علم اما علم العراق او علم مدرستي واشارك بي اخذ هذا العلم للمدرسة اشارك بي كنشاط لا صفي اما بالاصطفاء او اعلقه بداخل الصف وينطيني الاستاذ درجات كنشاط لا صفي هنا انا يقول لي you need تحتاج الى big piece of paper قطعة كبيرة من الورق او الفايل اللي نسميه احنا ruler مصدر سم بعض الصمغ ما هي الوان العلم العراقي احنا نعرف العلم العراقي احمر وابيض واسود واخضر فاقول red black white and green what color is the green tree school flag ما الوان علم مدرسة الشجرة الخضراء شين الوانها اذا تفتحون كتاب الطالب تشوفون انه الوانها white green and brown ابيض اخضر و جوزي what color is the red river school flag ما هي الوان علم مدرسة النهر الاحمر الوانه ابيض و احمر فاقول red and white عرفت اجاب على هذه الاسئلة الخطوة الثانية يقول لي draw the flag ارسم العلم ارسم العلم باللون الرصاص على الموال اذا كان اكو خطة تقدر تصححها وتمسحها الخطوة الثالثة color the flag and write the words لون العلم اللي رسمت على هذا الفايل او هاي الورقة الكبيرة واكتب الكلمات اذا كانت اكو كلمات اسم المدرسة شعار المدرسة الى اخره put your flag on a long stick ضع العلم اللي عملته على عصى طويلة take your flag to the school challenge وخذ هذا العلم اللي سويته الى التحدي المدرسي مثل ما وضحنا انه هذه الخطوات هي خطوات عمل علم للمدرسة او علم العراقي اللي نقدر نشارك بيه كانشات لا صفي لاحظنا انه جميع انشطة هذا الدرس انشطة صفية او لا صفية صفية اللي حلينا بيها كتبنا اسمنا عمرنا اسم مدرستنا بالاستمار الخاصة بالتحدي كذلك الاسئلة المتعلقة بألوان الاعلام ألوان العلم العراقي ألوان العلم مدرسة النهر الأحمر الى اخره هذا انشطة صفية يسألها الاستاذ بداخل الصف كتحضير يومي أما العلم اللي رح نسويه على ورقة كبيرة ونوضعه على عصة او سارية هذا نسميه نشاط لا صفي من الممكن ناخذ هذا العلم نوديه للمدرسة ونشارك بك نشاط لا صفي عن مدرسات يطني درجات عن هذا العلم هذا كان درسنا هذا اليوم لاحظنا ان جميع انشطة اما صفية او لا صفية غير مهمة بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو اي سؤال او سفسار او وظافة تحبون تقدموها لقدرون تتواصلوا الى الحسابات الموجودة منكم على الشاشة